السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم وعملين ايه يا رب اكونوا بخير معكم استر مصطفى حسين مهندس الماث وان شاء الله النهاردة هنشرح الجبرا طيب الدرسة بتاعي النهاردة هو لسوم فورة عندي وهو خلينا نشوف دي معناها ايه بكل بسطة كده بنوضع من الاول خالص تعال نفترض هديك تعال نفترض ان انا عندي او محل معين وبقولك انا هشغل معايا ناس من عشرين لتلاتين سنة يعني اي حد عنده عشرين سنة فيما فوق لحد تلاتين انا هشغله معايا هلو الكلام فلو انا هقولها بالانجلش هقول ايه ده لو انا هكتبها بالانجلش طيب لو انا عايز اكتبها بالماث بص عامل ايه هفتح براكت عامل كده ماشي وهم قفلوا شفت الطريقة دي اهو ده كده المنزل اللي قدامك ده معناه ان انا اي حد عنده 20 فيما فوق لحد 30 years old هلو كده طيب شايف اللي قدامك دي دي كده اسمها انترفل دي كده اسمها انترفل اللي هي بتكون عبارة عن رقم لحد رقم تاني وبتكون معمولة ايه براكتز كده من حولها اللي هي الانترفل يعني خلاص تمام يعني ده معنى كلمة انترفل طيب تعالي نشوف حاجة بقى بص كده لما انا كان عندي number line بالمنزر ده وانا محدد عليه انا محدد عليه ال negative one وال zero وال one وال two فكنا بنعمل ايه مثلا في الصنع اللي فاتت لو احنا عايزين نقول ان هي دي الاركام اللي موجودة على number line بتاعي كل اللي احنا كنا بنعمله ان انا بنقول هنفتح سات كده دي اسمها سات ماشي ونحط جواها ال negative one وال zero وال one وال two حلو الكلام حلو الكلام طب ايه المشكلة مفيش اي مشكلة طيب وكننا ممكن نكتبها برضو بطريقة تانية ونقول ان ال x نقطتين فوق بعض يعني x two x belong to z من ال negative طبعا ال x greater smaller than or equal وهنا smaller than or equal من ال negative one لل two يعني عايز اقول لك يعني ان جوا الست دي هيكون موجود ارقام من ال negative one وال one sorry وال zero وال one وال two اربع ارقام طب بدل ما اكتبها كده ممكن اكتبها كده او ممكن اقول لك ان هي ايه from negative one two two دي ما عايز اكتبها بالانجلش طيب تيجي نكتبها بطريقة الانتيرفل اللي احنا لسه ايلينا بص كده كل اللي انت هتعمله انك هترسم لي او هتقول لي الحدود بتاعتي من كم لكام انت عايز من ال negative one لحد التو اه دي من ال negative one لحد التو وقوم عامل علامة ال bracket الانتيرفل ده معايا كده يبقى هي دي الطريقة الجديدة اللي انا ممكن اقدر اكتب بيها شوية الارقام فلو كانوا الارقام دي زيادة بقى شوف حلوتها بقى في ايه بدل ما تكتب set وتعب تكتب كل رقم جواه لا يعني مثلا لو نفترض نكم معايا الارقام دي كمان كنت هفضل بقى بص اهو كل ده معايا كل ده كل ده كده كنت هفضل بقى اكتب negative six negative five negative four لا بص ساعتها كنت اعمل ايه كنت هقول له والله هي عبارة عن interval من negative six اولها negative six لحد فين لحد ال six فشفت السهولة اهي يبقى هي دي كده الايه ال interval او معنى كلمة interval كلام جميل طيب خلينا بقى نتفق على شوية حاجات كده اه واللي هي مهمة قوي بص يا سيدي دلوقتي لو انا عايز اقول لك ان انا عندي interval من negative one لحد two من negative one لحد فين لحد فلو انا عايز احددها على number line بص بعمل ايه بعمل السودة اللي معمولها قدامك دي بعمل سيركل كده وبعمل لها shading من جوه حلو كده اعتبر ان دي مش مرسومة كنتي برسمها معاكم الاول فباجي عند negative one اعمل سيركل واعمل لها ايه shading من جوه واجي عند التو اعمل سيركل واعمل لها shading من جوه كلام جميل وقوم وصل خط ما بينهم واقول ان كل اللي بينهم ده كده كل اللي بينهم ده كده معايا يعني انا معايا مين انا معايا نكتف one والزيرو والone والتو خلي بالك لانا كمان لو انا بتكلم عن real numbers وده اللي هيبقى عندنا في الدرس هنتعرف انا معايا ايه انا معايا zero point one zero point two zero point three zero point four zero point five zero point six لحد zero point nine بعدين عندك one one point one one point يبقى كل ده بدل ما كنت هكتبه في سات عادية اللي هي بتبقى عاملة كده اللي هي بتبقى عاملة كده واكتب بقى كل الارقام اللي هي عصلا مش هعرف عدهم ارقام كتيرة قوي لا الموضوع سهل قوي دلوقتي هتعمل interval اهي interval كده الحدود بتاعتك من ال negative one لحد التو خلاص وانه ان في طريقة تانية ممكن نكتبها بيها طريقة سابت خالص هكتبها معايا كي نفس اللي فوق تكتب اكس نقطتين فوق بعض اكس بيلونج تو ار خلاص وبعدين احط ال اكس كده واقول ان هي smaller than حاجة و greater than حاجة ماشي وحط علامة الايكوال هون احط هنا negative one اللي هو بداية الانترفل وحط هنا طول اللي هو ايه نهاية الانترفل خلاص ماشي طيب خلنا اتفق على حاجة لما براكت الانترفل بيكون مثلا زي كده من ال negative one لحد التو شايف الحركة دي دي سماع كده ان انت لو عندك مثلا من 20 30 دول اللي انا هشغالهم معايا اي حد عنده 20 سنة فيما فوق لحد 30 فهشغالهم معايا طيب فيه طريقة تانية ان انا نكتب بها الانترفل وبتكون عاملة كده اه ايه الطريقة دي بقى احنا اتفقنا ندي اسمها closed وندي اسمها ايه open interval ايوة يعني ايه لازمتها ال open interval دي ال open interval دي لازمتها ان انا بقول لك اي حد فوق العشرين سنة ان شاء الله بساعة واحدة عنده 20 سنة وساعة عنده 20 سنة ويوم عنده 20 ونص كل دول انا هقبلهم معايا في الشغلانة لكن اللي عنده 20 بالزبط واللي عنده 30 بالزبط انا مش اخدهم معايا يعني ده مع النهاية انت عايز تقول ايه انا عايز اقول لك اللي كل لما بتكون open interval كده كل اللي ما بين العشرين والتلاتين بيبقى included معايا اه او بيبقى انا انا اصد وعاي اصد بعين انا عايز الارقام دي ناخد بقى على موضوع الرسمة لو انت جايلك open interval بالمنظر ده كده بص اهي ارطها لك لو انت عندك open interval بالمنظر ده كده الopen interval دي اهي اهي من ال negative one لحد ال two open open صح ولا غلط صح ان شاء الله عارف بقى بترسمها ازاي كل اللي انت بتعمله انك بتيجي عند ال negative one زي اللي فاتت بتعمل circle كده ماشي بس بتعمل لها الشيدنج بقى ليه لان هي open interval ما بتعمل لها الشيدنج دي طريقة الرسم بتاعتها ولا ايه حاجة مهمة جدا ها التو تيجي برضو عند التو تقوم اعمل لها circle كده وما تعمل لها الشيدنج دون جون جون وتقوم وصل ما بينهم حلوة قوي وتقوم اقول لي والله هم دول ايه كل دول اللي معايه طيب عارف ده معنى ايه ادي دي برضو ايه open interval عارف ده معنى ايه ان كل اللي ما بين ال negative one لحد التو كل اللي بينهم معايا طيب ال negative one وال negative two بعنهم معايا موجودين included معايا في ال interval دي لا طبعا مش معايا ليه عشان هي open طيب فلو انا عايز اكتبها بالطريقة اللي احنا بنقول عليها دي بقى الطريقة التانية دي نعمل اكس نقطتين فوق بعض او two نقول اكس بيلونج to r وهم خاطة اكس smaller than و greater than طيب بداية كام negative one نهاية كام two بس كده طبعا انا هنا محطتش علامة ال equal ليه بقى ما انا قلتلك مش احط علامة ال equal لان ال negative one بعنها مش معايا التوب عنها مش معايا طب اقول لك على حاجة اسألك سؤال هي في ال interval دي كلها كده في الموضوع ده كده هل ال one point nine one point ال one point nine ال one point nine معايا ايوة معايا لان هي قبل التوب حتة قبل التوب حتة صغيرة قوي فمعنى كده ان هي هتكون ايه هتكون معايا ولكن التوب عنها مش معايا طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن ال closed interval واتكلمنا عن ال open interval طيب فيه حاجة بقى اسمعها half closed half open اااا اعتقد دلوقتي ان انت هتكون فاهمية عبارة عن ايه مش شرط يعملك نفس الرقمين زي بعض لأ ممكن واحد يكون closed واحد يكون open فهي مثلا لو جايا لي بس closed كده عند ال negative one بس open عند ال ايه عند ال two فساعتها الحدود بتاعتها هتبقى من ال negative one وطبعا لازم اعمل النيجاتيف هون ايه؟ شايدنج. صحة او لغلط? لحد التو. وساعتها مش هعمل شايدنج للتو. مش هعمل. طيب حلوة قوي. طيب واقوم موصل كده ما بينهم. واقول ان كل اللي ما بينهم ده. خلي بالك دي طريقة الرسم واللي هي حاجة مهمة قوي. كل اللي ما بينهم ده معايا. طيب. تعالوا نبص في طريقة بتاعتي. هكتب اكس. نقطتين فوق بعض. اكس بيلونج تو ار. طبعا الكلام ده جوا ساتها. اكس بيلونج تو ار. هقول ان الاكس سمولر زان وجريتر زان. بداية كام بداية نيجاتيف وان. نهاية كام نهاية تو. قولي. هي تو دي اوبن. صح? معنا كده انها مش معايا يبقى مش هحط مش هحط علامة ايكوال عندها. طب النيجاتيف وان معايا? او يبقى حط علامة ايكوال عندها. خذوا لنا كده الدنيا مفهومة. طيب انا كده عرفتك ان في حاجة اسمها. الليميتد. اما نستطيعلك بقى. دي اسمها الليميتد انترفيل. اللي هي بتكون من رقم انت عارفه زي النيجاتيف وانا مثلا والتو. ومكن تكون من نيجاتيف فايف لحد السكستين اي حاجة. نقوم ان هم رقمين انت عارفه. طب بص بقى الليميتد انترفيل دي بتبقى عبارة عن ايه? الليميتد انترفيل دي بتكون عبارة عن خليني بقى انا باكتبها لك بايدي كده. اه لو انت عندك ادي النمبر بتاعك اهو. وعندك هنا ادي الزيرو مثلا النجاتف ون الطو طبعا انت عارف ان fil number هنا بتكون نجاتف انفينيتي وهينا بتكون ايه انفينيتي. كلام جميل. طيب لو نفرد ان انا بقولك ان انا سارسمك او مش هرسمك. هقولك. هقول لك انا عندي من ال one لحد الانفينيتي خلاص فلو دي الانترفيل بتاعتي وانا مديك بيقول لك ان ال one دي هتكون closed والانفينيتي على فكرة دايما اوبن دايما اوبن فلو انا مديه لك وبيقول لك رسمها بيقول لك رسمها عارفة تعمل ايه هتيجي عند ال one تقوم عامل circle كده طبعا لازم تعمل لها shading صح دي closed فعشان كده عملت لها shading مش كيف يقول لك طبعا لازم تعمل لها shading وبعدين همشي لحد الانفينيتي ما بعملش بقى circle عند الانفينيتي لأ بقى سيبها كده مفتوحة وما قيل له والله كل ده كده ايه كل ده معي يبقى انا معي مين انا معي هي كل اللي معي في الانترفيل دي كل الارقام اللي اكبر من ال one فلو انا عايز اكتبها بالطريقة بتاعتنا هقول ايه قديسات هقول ان ال x نقطتين فوق بعض x belong to r صح كده قول لي بقى احنا لسه يقالين ايه ان ال x هي كل الارقام كل الارقام اللي اكبر من ال one طيب ال one معي او لا لا اقام معي فانا هقول هي ال x هتكون greater than or equal one تبا دي طريقة دي طريقة الكتابة بتاعت الانترفيل التانية ولازم تكون عارفها كويس او طيب تعال انا هرسم لك بقى انا المرة دي انا المرة دي اللي هرسم لك وانت هتقول لي الانترفيل هتبقى عاملة ازاي zero one two negative one negative two بص كده لو انا عندي مثلا من هنا وسيبها كده وبقولك ان انا ماشي لحد ال negative دي ال negative infinity ودي ال infinity طيب تعرف تكتب لي الانترفيل دلوقتي او لو متعرفش او هتعرف ان شاء الله قل لي هي حدود الانترفيل عندك من كم لكم هي بدقة من ال two راح لحد ال negative infinity ماشي تمام بس خد بالك لما هتجي تكتبها في الانترفيل لازم تكتب الصغير الاول ثم كبير فمين اصغر رقم عندي في الدانية اصلا هنا في الانترفيل عندي اصغر رقم هو ال negative infinity فانا هقول له هي الانترفيل بتاعتي هتكون من ال negative infinity لحد كم لحد ال two هسألك سؤال التول اللي هنا دي كده open ولا closed الخطة التي تعمل دقعة التول اللي هنا دي كده open ولا closed مدام مش معمول لها shading يبقى open طيب احنا اتفقنا ان ال infinity وال negative infinity دايما بتكون ايه open بس كده لو عايزين اكتبها بالطريقة التانية هقول له والله هتكون ان ال x نقطتين فوق بعض او two يعني x belong to r بص كده احنا بنقول ان ال x هي كل الارقام اللي اصغر من ال two صح؟ فهقول له ان ال x smaller than the two طيب قولي هي two included معايا؟ لا ما هي open التو مش معايا فعشان كده مش هحط علامة ال equal اظن ان احنا كده فهمنا كل ما يتعلق بالinterval تعال بقى نخش نحل مسألة ونشوف بتتحلس ازاي واللي هي حاجة مهمة جدا تخد بالك انت اللي امتحان بتاعك لازم هتلاقي فيه مسألة interval لازم تمام؟ اتفتع لك ده واحدة واحدة ده example hobby يقول لك انت عندك ال x من ال negative 3 الحد السري ويقول لك ال y هي من ال negative 1 الحد الفائل find using number line يعني نرسم وهاتلي بقى ايه الا 4 حاجات اللي انا طالبهم منك دول ماشي تمام يلا نجيبهم بقى ونشوف الكلام ده معنا ايه اول حاجة عشان اعرف احيال لما اسألت ال interval انا لازم روح ارسم فخلينا نروح نرسم كده مع بعض ادي number line بتاعي بص بقى عندك حل من ال 2 عندك حل من ال 2 يا اما ترسم لي number line وتحط عليه الاركام كل 1 سنتيمتر يبقى رقم يعني في النص كده تحط بحادة ل zero وتعد كل 1 سنتيمتر بعدين كل 1 سنتيمتر negative 1 negative 2 negative 3 يعني ما تعمل نفس اللي انا عمله ده بس سوا تطلقه بط شايف الاركام اللي عندك هما negative 3 و3 و negative 1 و5 ترتبهم لي على number line فمين اصغر رقم عندك تحطه على الشمال اللي هو مين negative 3 اهو اصغر رقم عندك اللي هو negative 3 حالو مين اكبر منه شوية negative 1 ادي negative 1 مين اكبر منه شوية اهو مين اكبر منه شوية اهو شفت الترتيبة دي او حد يجي يقوم حططلي negative 1 هنا وال negative 3 هنا يبقى غلط وال number line يطلع معه غلط والمسألة كلها هدبورس خلاص فهديني رتبت الاركام اهو تعال نشوفها المفروض ان احنا نعمل ايه دلوقتي كل اللي احنا هنعملوه احنا عندنا اكس فهنرسمها دلوقتي انت عندك negative 3 لحد الث negative 3 تقوم جاي عامل عندها كده ايه؟ دايرة تبقول لي هدي closed ولا open لا دي باينا جدا انها closed فساعتها لازم تعمل لها shading حلو كده تبقى والسري تروح برضه عند السري وتعمل لها shading لان هي closed ايه؟ وتقوم موصل ما بينهم صح كده؟ وتقوم عامل ايه؟ تقول لي ان كل اللي ما بينهم ده مع ايه؟ خلاص تمام يبقى اللي انا رسمتها دي هي مين؟ هي الاكس حلو قوي دلوقتي يجي دور ان احنا نرسم الواي فانا هرسمها لك بلون تاني عشان الدنيا تبقى واضحة بص كده الواي بيقول لك يا من النيجتيف ون لحد الفايف تيجي عند النيجتيف ون توم عامل دايرة كده طب النيجتيف ون دي closed ولا open closed ان شاء الله ماشي طيب الفايف دي closed ولا open closed برضه كلام جميل ومحترف وتقوم وصل ما بينهم وتقول لي ان كل اللي ما بينهم ده معاي حلو قوي دلوقتي مفهومي احنا هنجيب اليونيون والانترسكشن والديفرنس والحاجات دي اه ما ننسيت افكرك بيهم بقى حصل خير بص كده لو احنا عندنا سات اسمها اكس والسات دي جبها وان وثو وثري حلو وعندنا واي وعندنا واي ادي الواي هي قبارة عن اه تو وثري وفور طيب تعال هنجيب كزا حاجة دلوقتي دول السات اللي عندك هم هنجيب هنجيب دول خلاص دي انا رسمت الرسمة بس ما عليش مفكرك بحاجة الاول عشان عارف حلو فاعتبر كده ان انا طالب منك ايه طالب منك الاكس يونيون الواي عارف اليونيون ده معناه ايه انك بتايا اخد كل الارقام اللي هنا وكل الارقام اللي هنا وتنزلهم في سات جديدة فهتكون ايه الوان والتو والسري مبدئيا كده من الاكس صح طيب والتو والسري انت قرد يواخدهم طب من الذلي مين بقى الفور انت جده جبت الأكس يونيون الواي طيب لو انك طلبت منك الأكس ميaterسكشن مع الواي تعالي نقول النهيه ده يعني بس من امساجة الطيب الانترسكشن مع الواي طيب الانترسكشن ده معنى ايه معنى المشترك Det Hideing حالة بقى نشوف موضوع الـ difference ده اهو انا طلبت منك x difference y كل اللي انت بتعمله اسمع بقى الجملة دي عشان مهمة قوي بتقول لنا هروح على الاولاني وهشيل منه التاني يعني ايه هروح على الاولاني يعني هروح على الاكس اهو شايف الاكس اهي فيها مين فيها الone والتو سري طيب ماشي اه طيب يبقى انا رحت على الاولاني وهشيل منه اي حاجة موجودة في التاني اي حاجة موجودة في التاني مين اللي انا هشره مينا انا عشان موجود في الـ y هتشر الموضوع الـ two وهو الشيل السري فمين اللي هيتفضل لي في الاكس الone فيبقى تكون الاجابة low طيب و الفور اللي تحت دي لا ما ليش دعوا بيه انا شغال على الـ X انا شغال في الـ X فبقل لي ان انا هشيل منه اي حاجة موجودة في التاني مين التاني الـ y يبقى انا هشيل من الـ x اي حاجة موجودة في ال- y اللي هي two والسري شلته ام رابطه ام يتفضل لي مين الـ one كلام جميل طيب لو انا طالب منك y difference x بقول هروح على الاولاني وهشيل منه التاني لما روح على ال y اهو هروح على ال y وهشيل منه اي حاجة موجودة في ال x مين اللي انا هشيله اللي موجود في ال x هشيل ال 2 وهشيل ال 3 ارميهم فيتفضل لي مين في ال y فيبقى الاجابة عندك اظن دلوقتي انت عرفت يعني ايه union يعني ايه intersection يعني ايه difference تمام نمسح بقى كله الكلام ده ونرجع للمسألة بتاعتنا طبعا احنا قدين رسمنا ال number line بتاعي واللي هو لازم ارسمه عشان يساعدني في الحل تعال بقى نروح نجيب x union y احنا متفقين ان ال x ده يعني انا عايز كله مع بعضه صحة ولا غلط طيب لما اجيب كله مع بعضه لما اجيب كله مع بعضه اول رقم عندي انا عايز ال x كلها مع ال y كلها ما يخلي بالك اللي احنا رسمناها تحت دي يمين هي ال y معلش انا كنت عايز اعمالها بالنزرع بس حصل خير طيب يبقى انا دلوقتي هقول ان ابدايتي في ال interval بتاعتي الجديدة اللي انا هكتبها هي negative 3 طب ونهايتي كام نهايتي 5 ال negative 3 دي بتكون closed وال 5 دي بتكون ايه closed زي ما هي موجودة على الرسمة يبقى union ده اسهل واحد مفيش في اي مشكلة طيب تعالوا نشوف ال intersection ال intersection ده انا بقول لك انا عاوز المشترك ما بين ال x وما بين مين ال y بص كده المشترك ما بينهم على number line الحتة دي الحتة دي موجودة او الحتة دي من number line موجودة فوق وطاحت صح اللي هي حدودها من كام لكام من ال negative 1 لحد فين لحد 3 يبقى انا دلوقتي حدود ال interval عندي من ال negative 1 ل3 صح ولا غلط صح طب دلوقتي لسه هنقول بقى يا closed ولا open بص كده انت عندك من ال negative 1 لحد 3 ماشي ال negative 1 دي closed يعني موجودة يعني معنى انها closed يعني موجودة يعني ال negative 1 دي موجودة تحت طب مش كل ده اصلا معايا اللي هو من ضمنه مين ال negative 1 يعني ال negative 1 موجودة فوق وتحت او يبقى مشتركة او يبقى معايا في ال intersection ولا لا معايا ما هي مشتركة يبقى هقول ان هي closed حلو كده ماشي بص كده على السري السري موجودة فوق او موجودة ما هي shared ده هي معنى انها shared يعني هي موجودة في ال x طب السري موجودة في ال y او ما هي كل ده معايا ده معايا من ال negative 1 لحد 5 اللي هي منهم السري يبقى السري موجودة في او تحت معنى انها موجودة في او تحت يعني مشتركة يعني closed ممكن حد يقول لك في ال intersection مدام هي closed دخلها closed زي ما هي بس انا مش عامل كده لازم تكون فاهم طيب x difference y x difference y نفس اللي كنا بنقوله هنروح على الاولاني وهنشيل منه التاني صح كده طيب لما نروح على الاولاني اللي هو ال x ادي ال x هون ركز بقى معايا كويس اوي ادي ال x هون رحت عليه خلاص دلوقت انا هشيل منه ال y مرضا أنا لما بشيل ال y خب بالك انا لما بشيل ال y انا بشيل ال y بال number line باللي فقوي يعني انا دلوقتي المفروض ان كل الحتة دي كده اللي هي الزرقة حتة الزرقة دي كلها تتشال و تتريمي صح على اللي بقرض طيب انا بقولك هنروح على الاولاني اللي هو ال x وشيل منه التاني اللي هو ال y طيب اخب بالك انا لما شيلت ال y يعني الحتة دي كلها كده حتة دي كلها من اول ال negative 1 ترمت فهيتفضل عندي فى الـ Sha فتفضل عندي فى الـ ñ طيب الـ زين ما هي ركز فى جاهزه انت عندك الـ He بمفروض انك هتشيء للـ وي و ترميها انت بسألك سؤال هي النيجاتف وان اللي هي اللي تحت دي اللي عمول لها شيدنج دي مش كانت موجودة في الواي اه كانت موجودة يعني ده معناه ان انا لما جيت اشيل الواي وارميها لما جيت اشيل الواي وارميها النيجاتف وان طلعت معايا ولا لأ اه وانا بشيل الواي طلعت ما هي موجودة في الواي فوانا بشيل الواي النيجاتف وان طلعت معايا وترمت اسألك سؤال كده النيجاتف وان بقت موجودة لا ما هي ترمت خلاص و معنى انها مبقتش موجودة يبقى ساعتها هقول له ان هي قوب شفت الحتة دي ماشى فيش اي مشكلة يبقى الكلام ده كده كلام سهل ان شاء الله ال x العكس بقى العكس اللي انا قöttلك اروحي الاولاني وهشيل منه الثاني هنا برضى اروحها الاولاني بس هيكون ساعتها هو مين وهشيل منه الثاني طيب يبقى انا هروحيها ال y وهشيل منه ال x قادي ال y تحت هاو اللو باللا زراء خلاص لما جاي شيل منه الـ X عارف مين اللي هيتشال؟ كل ده كده كل ده كده هيتشال ويترمي بالنمبر لايم بالتحتيب اللي فيه بكل حاجة خلاص؟ كلام جميل فلما جاي شيل الحتة دي كده بص هرسمها بعشان دي اخر واحدة خلاص لما جاي شيل الحتة دي كل ده هيترمي كل ده هيترمي فهيتفضلي بقى من الـ Y هيتفضلي مين؟ هيتفضلي من الـ 3 لحد ايه؟ لحد الـ 5 يوم مبدئيا الحدود عندي من الـ 3 للـ 5 طيب الـ 5 كده كده تلوزد فهتنزل كلوزد زي ما هيه؟ خلاص اسألك سؤال بقى انا دلوقتي لما جيت اشيل الـ X لما جيت اشيل الـ X حلو انا جيت اشد الـ X كده وارميها اسألك سؤال السري مش كانت شيدد في الـ X كانت شيدد اه؟ معنى كده ان انا بسحب الـ X وانا بسحب الـ X ارميها وانا بسحب الـ X ارميها السري طلعت في ايدي ورامتها فمعنى كده ان السري ما بقيتش موجودة هنا ومعنى انها مش موجودة فتبقى اوبن اظن احنا كده في هنا طيب يتفضل عندك يتفضل عندك مطلوب كمان وهو اسمه الX داش مطلوبين كمان X داش والY داش تعال نشوف بقى ايه الX داش والY داش دي بس خلينا نرسم الرسمة من الاول وجديد طيب تعال نكمل كده ايه بقى الX داش والY داش دي بص الX داش دي معناها ان انا عايز هي اللي هي رول الرول ده بيقول ايه بص كده R difference يعني R ده اللي هو مين اللي هو ال number line كله طبعا انت عارف ان هنا negative infinity وهنا infinity فانا بقول لك فانا بقول لك لو انا عايز ال X داش فانا خد ال number line كله بس شلي منه حتة ال X طيب يعني ايه بقى تعال كده لما انا شلي ال X هي خلينا نكتبها خلينا نكتبها فاللي هي هتكون R difference ال X اللي هي مين من ال negative ال negative infinity لحد السري ايه دي من ال negative infinity لحد ايه السري طيب يبقى انا دلوقتي عند ال number line كله وعايز اشيل منه مين دي ال X اللي فوق دي عايز اشيل منه ال X طب سؤال بقى لما انا شيل منه ال X هتفضل لي حتتين من ال negative infinity لحد السري صح كده ومن السري لحد ال infinity حد عنده اعتراض على الكلام ده وهو انا دلوقتي بشيل ال X بشيل ال X صحة ولا غلط ماشي فلما شيل ال X هتفضل لي حتة شمال وحتة يمين فالحتة الشمال دي هتكون من ال negative infinity لحد اول ال X اللي هو ايه اللي هو ال negative 3 يبقى بداية كده انا عندي من negative infinity لحد السري طبعا ال negative infinity دايما open طب وال 3 بص كده من ال negative infinity لحد ال negative هي دي negative 3 اه negative 3 صور negative 3 طيب يبقى من ال negative infinity لحد ال negative 3 يسألك سؤال هو او انت بتشيل ال X ترميها مش انا بقول لك انت عايز ال number line كله بس تشيل ال X ترميها اه هو او انت بتشيل ال X ترميها اقل بالك من دي وانا بشد ال X كده negative 3 مش هي موجودة في ال X اه موجودة ومعنى انها موجودة فهو انا بشد ال X طلعت وترامل صح كده فدلوقتي negative 3 ما بقتش موجودة فهي هتكون ايه open يبقى دي الجزئية الشمال تعال نروح الجزئية اليمين الجزئية اليمين انا هيتفضل لي من ال 3 لحد ال infinity ادي من ال 3 لحد ال infinity وال infinity وال negative infinity دايما open زي ما اتفقنا طب سؤال ادي عند ال number line كله ملكش دعوة على فكرة بال Y اللي تحت دي ما تخصنيش دلوقتي طيب ادي ال number line كله هو وانا بشيلي ال X وارميها ال 3 طلعت معايا وانا بشيلي ال X اه طلعت ترميها خلاص ومعنى ان هي ترميها فما بقتش موجودة ولو هي ما بقتش موجودة يبقى هي هتكون open طب اربط ازاي ما بني اقول له ازاي ان انا دلوقتي عندي حتتين حتة شمال وحتة يمين تقول لي والله الحتة الشمال دي اهي الحتة اليمين دي اهي طب خطت لي ما بينهم بقى union اللي هم دول الحتتين اللي تفضلوا معايا اه اظن احنا كده فهمنا ماشي تعال بقى نجيب ال Y داش يبقى ده كله مطلوب واحد كده ده كله كده مطلوب واحد ماشي تعال بقى نجيب طبعا المسألة لما اجيلك مش هتطلب كل ده هتطلب بس حاجتين او ثلاثة يعني اه تمام ال Y داش بقى دلوقتي انت انسى لي ال X بقى دلوقتي ال Y داش هتكون عبارة عن ال R difference ال Y صحة ولا غلط اه انا عايز ال number line كله وهشيل منه ال Y نفس الكلام لما هشيل منه ال Y هيتفضل لحتة شمال اللي هي من ال negative infinity لحد ايه لحد ال negative one ماشي والحتة التانية اللي هي هتكون من ال five لحد ال infinity ما هي دي ال Y فهيتفضل لي من حتة شمال وحتة ايه طيب تعال ننسك الحتة الشمال كده الاول هنقول من ال negative infinity لحد فين لحد ال negative one من ال negative infinity من ال negative infinity لحد ال negative eight لحد ال negative one خلاص ماشي ال negative infinity دايما open طب وال negative one سؤال انا لما جيت هشيل ال Y وارميها ال negative one دي كانت موجودة في ال Y ولا لا كانت موجودة لان هي closed فمعنى انها كانت موجودة فان هي لما راجعت اشد ال Y اترمت مع ال Y يعني دلوقتي ال negative one ما بقتش موجودة فساعتها هتكون ايه open طب وانت ليه مستر بتكتبها لما هي مش موجودة ما انا عايز اقول لك ان الحتة اللي قبل ال negative one على طول اللي هي هنا كده الحتة دي كده معايا عشان كده انا بكتب negative one وقول ان ال negative one مش معايا فده معناه ايه ان اللي قبلها بحتة بس معي تمام وهنا الجزئية الشمال ها انا دلوقتي شيلت ال Y ورميتها فهتفضل عندي من ال five لحد ال infinity ادي من ال five لحد مين لحد ال infinity وهحط ادي ال infinity open طيب وال five تاني اخر مرة بق ادي ال Y ايه لما انا جيت هشيل ال Y وارميها ايه اللي حصل ال Y لما جيت هشيلها وارميها ال five طلعت معايا وترمت طبعا كده ان ال five ما بيتش موجودة فهتكون open وطبعا لازم تحط بينهم union عشان تقول لي ان دول الجزئين اللي تفضلوا معايا اه دي كده المسألة بتاعتي